لو حبينا نحط شوية اجراءات كده تساعد الناس عشان تسترد الود تاني مرة تانية فمن اوائل الاجراءات دي ان انت تبادر وما تتأخرش ان انت تقول كلمة حلوة او دعم للناس تسندهم وطيب خطرهم خلي عندك ورد كل يوم من تطيخ بخواطر الناس كده تخلي نص سعب الطيب فيها خواطر الناس طيب بس احنا كمان عشان ابقى طيب وبقى عندي ود لازم اقفل محبس الشر لازم اقفل كمان ايه المكان اللي بيجيلي مني منه السموم والريح الخبيثة اللي ايه لا تتتبع اخبار الناس وما تحكمش عليهم بالعكس ابحث عن الجميل في كل انسان ترى واعظمه بتقوله على فكرة انت طيب حتى ولو انت مكنت الشايف ده انا طيب اه شفت انت بتعمل الكلام ده وات ازاي شفت انت حريص ازاي شفت انت ما اردتش ان انت تأذف فلان ازاي وده ما يعملوش غير ولاده الاصول وانت مش بتجمله انت فعلا هو عمل كده بس انت بتعظم ده عشان يبقى ها هو ده والدام عينه كبير فيستمر بيه ويشوف الناس بتحب ده بتحب الخير ده فيعمله تالت حاجة دايما بقول من علامات صدق الحب اللي ابدع في حب البديع ابدعه في الودة للناس ستين عائشة ابدعت فيودها للمحتاجين فعملت ايه؟ فطيبة الصدقة طيبة الصدقة اللي راحها للمحتاجين ليه طيب؟ بتودهم بتحسسهم انها بتحبهم بعض الناس يقول لك ده طيبة الصدقة بس عشان لا هي كمان بتقول للناس انها بتحبهم لما حد يوصل له الصدقة وهي ريحتها حلوة الفلوس وهي ريحتها حلوة الهدية الملابس اللي راح أديها للناس وهي ريحتها حلوة ايه اللي حاصل؟ الناس تحس انها فيه حد بيحبني كمان احنا ممكن نعمل اجراء لطيف اننا ندعي الله سبحانه وتعالى عشان نكون من اهل الود اننا يبقى عندي ورد بدعي ربنا انه يجعلني من اهل التودد والود